كانت هذه مشاهدين أصوات المتظاهرين في الشوارع العراقية ولمزيد والوقوف على هذه التطورات يحضر معنا في ستوديو العراق اليوم دكتور فالح خطاب الكاتب والبحث السياسي أهلا بكم دكتور دكتور بالتزامن مع استشهاد خمسة متظاهرين برصاص القوات الحكومية في جسر الأحرار كيف تفسرون هذا الاستمرار والإصرار في استخدام القوى المفرطة ضد المتظاهرين السلميين بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذا النظام الذي فقد شرعيته وفقد أي مكان له عند الشعب العراقي بات يجد نفسه وحيدا في طريق مسدود ظهر إلى الحائط وهو لا يملك الآن إلا أن يواجه هذه الثورة بكل أنواع القمع الذي نتوقع أن يتزايد أكثر من هذا المنسوب الذي هو فيه لأنه ما يجري الآن في الحقيقة هو تسونامي حقيقي كبير هذا السونامي لم يحدث ثم يعني يتوقف أو يخفت إنما نحن نشهد سونامي كبير يتزايد ويكبر وككرة نار تمتد لتأكل أكثر ما يمكن من أمامها وبالتالي هناك إمكانية كبيرة لتوسع كبير في هذا الحراك في هذه الثورة نعلم جيدا أن هذه الثورة كيف بدأت بدأت بحجم محدود بدأت بتظاهرات كما سميت في وقتها ولكن نرى الآن كيف انتهت ولم تنتهي حتى الآن هناك حشود أعداد كبيرة من المتظاهرين من المنتفضين من الشعب العراقي من كل الأصناف كل الأطياف بل هناك محافظات الآن تلتحق وهي ممنوعة من الالتحاق لكنها تلتحق بطريقة وبأخرى الفلوجة أمس أرسلت مدد كبير جدا وقبل أمس وبالتالي هذا التوسع هذا السونامي الذي يكبر النظام يدرك جيدا أنه إذا استمر هذا السونامي في الكبر في الازدياد قد يأتي الوقت الذي لا يستطيع أن يعمل فيه شيء لأنه لم تبقى بقعة من البقع إلا وثارت وهذا الثورة منسوب الثورة منسوب المياه يتوسع ربما يعني يأتي على أناء أماكن وعلى نقاط لا يتوقع أحد ولا يتكهن أحد إلى أين سيتصل الحديث عن هذه التطورات وهذا النمط المتصاعد للحراك الشعبي في العراق يقودنا للحديث عن ما شهدته أمس كربلاء والمنعطف الجديد والمهم بالتظاهر والاحتجاج أمام القنصلية الإيرانية ورفع العلم العراقي وكذلك قتل أمن القنصلية الإيرانية قتلهم للمتظاهرين ستة متظاهرين استشهدوا بالأمس هناك كيف تقرأ كل هذه التطورات في كربلاء؟ يعني لو سمحتي لأبدأ بقضية قتل الحرسة القنصلية للمتظاهرين الحقيقة هذا يمكن أول قتل بيد إيرانية مباشرة ما نشهد يوميا من قتل هو بيد إيرانية غير مباشرة فقط لكن نعود إلى السؤال عن كربلاء كربلاء رمزية كبيرة جداً رمزية كبيرة جداً أنا لا يعني قد أظلم الثورة إذا قلت أن كربلاء ستكون أيقونة الثورة هي والنجف ولكني أظلم الثورة لكن أقول كربلاء والنجف لها رمزية كبيرة جداً وإيران بدأت في الهستيرية عندما بلغت الثورة في كربلاء والنجف هذا المبلغ لأنها تعيش إيران على الكذب ودينهم الكذب طبعاً الإيرانيين الحكومة الإيرانية دينها الكذب وبالتالي هي تكذب لكن عندما تكون الثورة وهذا القتل وهذا ثم استهداف القنصلية الإيرانية هو استهداف للعامل المساعد في حكم العراق نحن نعلم أن السفارة الإيرانية في بغداد وسفيرها الذي هو مندوب لسليماني وسليماني الذي هو وليس عاذ العبد المهدي وليس الحلبوس وليس ما يسمى رئيس الجمهورية قاسم سليماني هو رئيس النظام في العراق ومندوب الذي يتولى الحكم بشكل مباشر هو السفارة ولذلك المتظاهرين يحرصون على الوصول إلى هذه القيم الرمزية التي يمكن أن إذا نالوا منها ينالون بشكل مباشر من إيران ويوجهون رسالة للعالم كله أننا نستهدف إيران التي تحكمنا بواسطة دماء ما مدى الوعي لدى المتظاهرين عندما يرفعون شعار مثل الشعارات التي سمعناها بالأمس يتحدثون فيها عن ضرورة رحيل البحثة الدبلوماسية الإيرانية من العراق يعني هذه الثورة إذا تكلمنا عن منسوب الدم الذي جرى فيها فهو شيء كبير إذا تحدثنا عن حجم المشاركة فيها فهو شيء كبير إذا تحدثنا عن العزيمة والإصرار فيها فهو شيء كبير إذا تحدثنا ممكن أن نتحدث كثير لكن نتوقف بإجلال أمام الشعارات المرفوعة في هذه الثورة هذه الشعارات عجيبة هذه لا تدل حتى على مستوى العمري يعني ما في تناسب بين عمار الشباب وما أكبر جدا يعني والله عندما نقف على العناوين يعني أنا قرأت قبل أمس أمس واحد يقول لزميلة متظاهر أو منتفض أو ثائر يقول له تذكر عندما كنا سنة وشيعة شيء يعني شيء حقيقة يعني يعجز الشيء يعني يعجز الإنسان عن الوصفة وبالتالي بإمكاننا أن نوصف هذه الثورة بكل الأوصاف لكن مستوى الوعي هذا المستوى مستوى كبير لكن أقول لك شيء لماذا حتى كربلاء والنجب لماذا؟ لأنه مستوى الإهانة في كربلاء والنجب بالذات للكربلائيين وهم عراقيين أقحاح وعرب أقحاح قد بلغ مبلغ غير مسبوك وهذا يدل ليس على عنصرية الإيرانيين فقط ولكن على مستوى الغباء الذي هم فيه تخيلي الزوار الإيرانيين يأتون ويجلسون عسكريين عراقيين يدلكون أرجلهم ربما رأيت هذه الصورة يدلكون أرجلهم ويقصنون أرجلهم وهذا ملتهى الانحطاط الأخلاقي الانحطاط الأخلاقي للنظام فاقد للغيرة والشرف الذي يسمح للعسكريين العسكريين عادة هم الأرفع يعني الشعب يفتخر بقواته المسلحة لكن هذا انتقام إيران من الجيش الذي حاربها في الحرب العراقية الإيرانية أتوا بهؤلاء الأقزام لكي يأتوا هذا في كربلاء والنجف يحدث الناس كان ينظرون ويتألمون عادة إعفائهم من التأشيرات هذا كله ممكن أحتمل أنا لكن أنه يأتي عسكري بملابس العسكرية ويخسل رجل واحد وبالتالي كان أهل كربلاء والنجف ينظرون بعين دامعة وقلب حزين مكسور اليوم أتى اليوم الذي يقولون لإيران كفى ولهؤلاء الأقزام كفى أخرجوا من العراق فقد قال لنا أن نعيش كعراقيين في بلدنا نريد وطننا نريد استردادها الوطن بالمقابل كان هناك تصريحات مستفزة للمتظاهرين بصراحة تتعلق بالدفاع عن خامنئي الدفاع عن وجهة نظر وموقف الإيران مما يحدث في العراق على لسان قيس الخزعلي الذي دافع وبشدة عن خامنئي واصل استفزازه للمتظاهرين وربما التظاهر أمام القنصلية في كربلاء هو جزء من هذا كان بعد تصريحاته الناس خرجت كيف تفسرون استمراره في نفس النمط وفي نفس الخطاب وتوعده باستخدام نفس الأساليب الداعية إلى العنف والقتل وأنه سيثأر أبعاف قيس الخزعلي هذه العامري أسماء إذا أردنا أن نعددها لو فتحتيها كأي منتج سوف تجدين ميدئن إيران هؤلاء صنعوا في إيران هذه العامري الذي الآن يرشحوه لكي يكون رئيس وزراء العراق قاتل نحن نعرض برومو دائما في الرافدين قاتل شعب وقاتل جيشه وسمى العراق العدو تخيلي فماذا يعني كيف نقول عن قيس ماذا من هو قيس من هو قيس الخزعلي هؤلاء ميدئن هؤلاء مصنوعين في إيران بضاعة إيرانية وبالتالي هؤلاء ليسوا إيرانيين هؤلاء يعملون لصالح مخابرات إيرانية جيش إيراني حرثة وإيراني كل شيء هؤلاء إلا أن يكونوا عراقيين فبالتالي نعم هو لا يملك قيس الخزعلي لا يملك إلا هذا الكلام يعني ليس عنده ثقافة إلا هذه الثقافة ولا يملك إلا هذا الشيء وبالتالي هذا الذي عرضه وكل ينفق مما عنده الحديث عن كذلك العسيان المدني والإضراب العام الذي عارف وطيرة أكثر اليوم تحديدا كيف يمكن أن تساهم في الضغط ومزيد من الضغط على هذه الحكومة أنا هذا اللي قصدت عندما قلت عندما قلت أنه تسونامي تسونامي يكبر العسيان المدني هو نتيجة أولى من نتائج هذه الثورة التي يؤمل أن تتوسع وبالتالي العدو نقول العدو إيران وأزلامها في العراق يتوقعون أن هذه الأمور سوف تكبر وتستمر وهناك مسألة مهمة إذا لاحظنا أن الصحف العالمية بدأت تتكلم بعد طول صمت وطول غياب بدأت تتكلم عن تداعي نفوذ إيران في العراق ولبنان وأنا أقول أن إيران حريصة على هيبتها في هذه الدول الغربية لكي تستقوي بها في مفاوضاتها في أي شيء حتى تقول أنا هناك بقوة وكذا فإذا انتهى هذا النفوذ وانتهت هذه القوة سيتضاءل حجمها ويتصاغر وتكون على حقيقتها وبالتالي الوضع خطير جدا هذا العسيان المدني المؤمن له أن يكبر ويتوسع والآن سمعنا اليوم أنه النظام بدأ يغلق طرق يعني هناك عسيان مدني وهناك عسيان آخر من جانب النظام الذي نعم وبالتالي هذا لا ينفع لأنه كما قلت سونامي يكبر ولا أحد يتوقع لا أحد يتكهن إلى أين سيصل يعني ربما الثوار سيطرقون أبواب بدأوا يطرقون أبواب كل شيء ربما يصلون إلى أماكن لا أريد أن يسميها يعني غير المنطقة الخضراء أماكن أخرى ربما يصلون لها ولا يقف أمامهم أحد وسيكون هناك طامة كبرى شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب الكاتب والباحث السياسي كان حاضرا معنا في استوديو العراق اليوم شكرا جزيلا دكتور